موظفون في شركة اتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم جزءاً من راتبه أبلغ المحددة ثم يجعله في صندوق ثم يعطى هذا الصندوق نهاية الشهر لأحد الموظفين استهموا على الأولوية في الصندوق فعرف كل واحد منهم ترتيبه في الصندوق نعم بالنسبة لهذه المعاملة هي عبارة عن سلف لأجل السلف وهو سلف جرى نفعاً ولذلك لا أرى إباحتها بل أرى أنها ربن لأن الشخص المشارك في الصندوق إنما يقرض الآخرين يقرض الذي يأخذ ما حصل في الصندوق هذا الشهر يقرضه من أجل أن يقرضه الآخر ولو كان مبلغ محدد شيخناه من كل واحد ألف ألف نعم هو لا بد أن يكون محدد هذا يسمونها جمعية ومنتشرة جداً ومنتشرة لكنها قرض بشرط القرض وهو الذي يسميه الفقهاء أسلفني على أن أسلفك ويعدونه من أمهات الرباء يقولون أن أمهات الرباء ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك وأسلفني على أن أسلفك ومعجل ما في ذمة مسلف ومؤخر ما في ذمة مسلف وضمانهم بجعلين هذه أمهات الرباء فهذه من أمهات الرباء هي أسلفني على أن أسلفك لأنه أسلف الآخرين من أجل أن يسلفوه لا يوجد قول آخر بالإباحة أنه أعرف أنه منتشر منذ الصغر بكثرة ولا أحد في بلادنا ينكره نعم هو هذا الذي قلت لك تكيفي أنا له أنه قرد بشرط القرد القرد بشرط القرد طيب